طيب أرجعني بآخر كمان الحقيقة أنه مصر فيها حرف تراثية ويدوية كتير جدا عندنا حرفيين يعني ممتازين ها هيلين الحقيقة لكن مع هذا الإرث الثقيل اللي كنا بنتكلم عنه في كتير منهم عزفوا عن أنه هما يتورثوا أو يورثوا الحرف دي من أسرهم وابتدوا يشوفوا الشغل اللي يقدروا أنه هما يحققوا بيما كسب مادية عشان وراهم أسر زي ما احنا تكلمنا الدولة اتبنت مبادرات مهمة جدا متعلقة بالمشروعات الصغيرة متناهية الصغر اتبنت أيضا كمان مشروعات وأفكار تسويقية لهذه المنتجات أيضا تدريب وتأهيل فكرة أنه الدولة قررت أنها تتجه مش بس للعبالة في المصانع ولا في البناء التحتية ولا الإنشاءات لكن فكرة إحياء مرة أخرى التراث وفكرة إحياء تاني وجود عامل أو حيرة في مصري تقيل زي ما بنقول العمالة غير المنتظمة هدف برضو من هدف التنمية في الدولة المصرية على اعتبار أن العمال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بيقوم عليها اقتصاديات دول كبيرة زي الصين زي 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 فإيه المانع النهاردة أنه إحنا يعني أنه إحنا ننمي هذه الصناعات وبالفعل الدولة يمكن بتوفرت قبل كده عملت مبادرة من البنك المركزي أنها توفر يعني بعض القروض بفوض قليلة جدا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الدولة بتحاول أن هي برضو توفر زي ما حضرتك قلت كده التدريب لبعض الصناعات توفير سوق يعني سوق لهذه الصناعات اللي أنا عايز أقوله في المسألة دي الأفكار كتيرة بس إحنا مش عايزين كل حاجة نبقى عاديين مسنودين على الدولة يعني بالنسبة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحديدا لابد أن إحنا كمان كل الدنيا تتحرك يعني المسألة مش كل حاجة الدولة 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 آه الدولة بتساعد يعني تساعد في مثلا قروط ميسرة تساعد في سياسات تساعد في بتاع لكن الناس لازم تشتغل الناس لازم يبقى عندها أفكار جديدة في التسويق الناس لازم يبقى عندها لكن فكرة الاعتماد على الدولة فقط تبقى الدولة هي الأب والأم وكل حاجة ده ما بقاش مطلوب لأن إنت قاعد الدولة عندها خمسين ألف حاجة تعمل بتساعدك في البداية فلا يتديك فرصة تبتدي بيها تبسيب لك سياسة تديك قروض اللي هي الحاجات اللي ما يقدرش يعملها للدولة تمام؟ لكن التسويق المانع إن إحنا يبقى إحنا عندنا جمعيات إحنا لازم نرجع ما فيك حتى الدولة بتساعد فيه بس عشان قادر أعمل تسويق لمنتج أي أن كان هو إيه لازم تكون جودته عالية ده صحيح ما أنا أقول إيه مش كل حاجة نبقى عاديم أسنو لازم نشتغل بشكل جيد لازم ننتج بشكل جيد إحنا في مرحلة يعني في مرحلة لازم كلنا نشتغل إحنا في مرحلة إعادة بناء اقتصاد وطني من مواجهة تحديات في ظل هذه المواجهة تحديات لازم كلنا نشتغل الحل الوحيد بتاعنا إن إحنا نشتغل ولو الناس كلها اشتغلت ما بقاش عندنا أسمى صحيح الإنتاج صحيح أي طالما بدأنا ننتج ويمكن الرسالة اللي هو يعني في احتفال عيد العمال بكرة والرئيس هيحضره وجود الاحتفال داخل أحد المصانع أو شركات الإنتاجية المصرية هو رسالة نحن كدولة بنهتم بالإنتاج نحن كدولة بنادعم وبعدين ده كمان هيبقى الاحتفال جوا مصنع قطاع خاص هو دعم للقطاع الخاص ودعم للإنتاج ودعم لكل ما هو تصنيع في الدولة المصرية